فيمكن قراءة المشهد السياسي بعد 48 ساعة من تكريف السيد السوداني سعدتم مساني الأخ العزيز وائل ركابي وظيفك الآخر العزاوي وجمهور قناتكم الغراء واضحة قطعت الشك تماما وقطعت كل التكهنات والتنبوات بأن الحكومة الحالية المقبلة سيكون من ضمنها التيار الصدري ولكن الآن ثبت أنه لا مشاركة للتيار الصدري في حكومة الشيعة السوداني لا من بعيد ولا من قريب وأن اشترك بعض الذين يحسبون على التيار الصدري فهم لا يمثلون التيار والآن بات مؤكدا أن كل الأسماء الواضحة بالمشهد السياسي لن تشترك في حكومة الشيعة السوداني وطبعا هذا الكلام كان نسمعه على لسان شخصيات مهمة بالإطار وغير الإطار يقولون هناك ربما اشتراك وحوارات مع التيار الصدري لترشيحة وزارات وأربعة وخمسة وثبعة ومهم الاشتراك تار الصدري مهم لدعم الحكومة لكن أقول لك لن يشترك تار الصدري وأنا دائما أقول لو اشترك فإنه سيحفر قبره بنفسه لماذا اشترك؟ لو اشترك ومي اشترك؟ يعني السيد تغريداته واضحة وموقفه واضح لا اشترك لا بالحكومة ولا اتحاور مع هذه الحكومة وسحب نوابه بالكامل لماذا هذا الكلام الذي ظهر ما بعده تكليف السيد السوداني؟ والله بتقديري هذا جزء من محاولة لإظهار أن التيار الصدري يبحث على المناصب يعني أحد الأخوة من الإطار التنسيق المتحدثين قال هذه حكومة صدرية قح وليس إطارية يعني تتفاجح حينما تجد شخصا يتكلم بهذه اللجوة وكأنه أشبه بالنعامة حين يدس رأسها في التراب تعتقد أنها كلها تحت التراب كلام واضح الآن اليوم الحكومة عنوانها واضح نجحت وإن فشلت نجحت لها ولمن دعمها وإن فشلت عليها ويتحمل نتائجها وبالتالي أحسقد أن هكذا حكومة هي الأفضل للشعب العراقي دائما نناشد أن نقول أن أفضل حكومة هي التي تتحمل المسؤولية وهناك جهات أخرى رقابية تار الصدري اليوم بات رقابته شعبية فقط وليس برلمانية بعد انسحابه ترجمة نانسي قنقر